اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختي قالت لو تحقق لها طلب سوف تصوم اثنين وخميس من كل اسبوع مدى الحياة الان عمرها ستة وستين سنة وفي بعض الاوقات لا تقدر على الصيام وقيل لها ان تخرج كفارة يمين واطعام عشرة مساكين على هذا صحيحة في دوني لازم نعرف الصيغة اللي قالتها يعني لو قالت لله علي ان انا اصوم الاثنين وخميس لو تحقق لي المطلوب بتاعي ده يبقى خلاص ده تحول الى نازر لكن لو قالت ان شاء الله ربنا يكرمني واشكر ربنا بان انا اصوم الاثنين وخميس فيبتعمل الكلام ده من قبيل ان هي هل جزاء والاحسان الا الاحسان فيبتعمل الكلام ده من قبيل التصدق ومن قبيل العبادة ومن قبيل النفل وفهمها يا ساعة ما يبقاش واجب عليها لان النازر يبدأ مكروها يعني بلاش تعمل نازر ان انت بتلزم نفسك ما لم يلزمك الشرع الشريف لا يا سيدي انا لزمت نفسي فخلاص فيصبح واجب يعني قالب النازر الى ايه الى واجب فاذا كانت هي نظرت فقالت لله علي او علي لله سبحانه وتعالى او اي لفظ من الفاظ اللي تدل على ان هي نظرت اللفظ اللي موجود في السؤال مش باين فيه ان هي نظرت او ما نظرتش لكن لو كانت تقصد بدي النازر يبقى خلاص اللفظ ده بقى بيبان فين بنسأل عن نيتها فاذا قصد بذلك ان هي ندرت ان هي تصوم الاثنين والخميس زي ما بيقول على حد تعبير الناس نظرت يبقى ندرت ان هي تصوم الاثنين والخميس لله سبحانه وتعالى اذا حقق مطلوبها اه خلاص يبقى ده واجب عليها طب تخرج من الواجب ازاي ازاي ما قدرتش تعمله وخاصة لو كانت هي في سن الستة وستين سنة وما بتقدرش تصوم ده ايوة بنتعامل مع عدم القدرة على ان هي توفي بالنازر كالتعامل مع الحنس في اليمين طب لما بيحصل اي واحد بيحلف وبعدين عايز يخرج من يمينه او ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما خير بين امران ان الا اخترى ايسا روما وكان اذا اقسم على شيء واجد الخير في غيره كفر عن يمينه يبقى ايه اللي حاصل اه نكفر عن يميننا ونطلع من عشرة مساكين وساعتها الكلام ده تعيكون صحيح ايه دا امتى اذا تأكدنا ان اللي هي كانت عملته دا كان نزره دا من شيبان غير من خلال نيتها لان الكلام اللي حضرتك زكرتي في السؤال دا وات كلام محتمل يبقى ايه اللي حاصل يبقى تخرج من النزر اللي هي مش قادرة تنفزه بكفارة يمين ايوة وبنعامل ساعتها عدم القدرة على النزر كالحنس في اليمين وساعتها انخرج ونطلع من عشرة مساكين